منذ عام 2003 وإقليم دارفور غرب السودان يعيش في نزاع دام راح ضحيته الآلاف من المدنيين الخلاف منذ ذلك التاريخ أخذ شكل صراع بين متمردين من أقليات عرقية تشكو التهميش وقوات موالية للرئيس المخلوع عمر البشير أشهرها الجنجويد الوضع في دارفور تطور إلى أزمة تسببت بمقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين ومع تراجع حدة أعمال العنف في الإقليم الغني بموارده الطبيعية إلا أن الهجمات المسلحة لم تتوقف فعادت اليوم بهجوم أدى إلى مقتل عشرات المزارعين سبق هذا الهجوم خلال الأيام الماضية هجمات مشابهة عادت أزمة الإقليم إلى واجهة الأحداث مجددا الصراع في دارفور أو الصراع المنسي كما يوصف يعود إلى الواجهة كعنوان لنزاع قبلي بشأن حقوق الرعي وملكية الأرض لكن ما يجري من أحداث في هذا الإقليم يعيد طرح أبعاد الأزمة السياسية الشاملة في السودان نزاع على الموارد الطبيعية بين قبائل الرعاة وقبائل المزارعين جعل الإقليم ساحة مفتوحة للقتال بين الطرفين غير أن النزاع اتخذ طابعاً عسكرياً دموياً منذ عام 2003 عندما شن جيش تحرير السودان وجبهة العدل والمساواة هجمات على أهداف حكومية متهمين الخرطوم بالطهاد وتهميش ذوي الأصول الإفريقية على حساب ذوي الجدور العربية في دارفور اعترفت الحكومة السودانية أنذاك بأنها حشدت ميليشيات قوات الدفاع الذاتي بعد قيام المسلحين بهجماتهم وظلت تنفي أي صيلة لها بما يسمى بميليشيات الجنجويد التابعة لقبائل عربية وتستخدم للطهاد الأفارقة وبقدر ما يعتبر العامل القبلي أداة للصراع السياسي بين القوى السودانية المختلفة يشهد الإقليم من حين إلى آخر أعمال عنف واحتجاجات كالتي اندلعت شمال دارفور للمطالبة بتحسين الوضع الأمني وتنديداً بوجود ميليشيات مسلحة اضطرابات أعلنت على أثرها السلطات حالة الطوارئ في المنطقة بعد أعمال تخريب من مسلحين مجهولين ووسط اتهامات بتأجيج التوتر لجهات تابعة للرئيس المخلوع عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وتسعى الحكومة السودانية المثقلة بإرث ثلاثة عقود من نظام البشير إلى تسوية خلافاتها مع الحركات المسلحة في دارفور من خلال المفاوضات تمهيداً لإحلال السلام وتكوين جيش سوداني قومي يمثل الجميع وإقليم دارفور هو جزء مهم من الخارطة الجغرافية والسياسية في السودان فما هو هذا الإقليم وأبرز ميزاته لإقليم دارفور حدود مع دولة جنوب السودان والشاد وإفريقيا الوسطى بينما تعد كردفان والولاية الشمالية الأقرب إليه داخل السودان كما نتابع يشكل الإقليم نحو ثلث مساحة السودان ويضمها ضبطاً صحراوية في الشمال وجبل مرة ذا الارتفاع الشاهق في وسطه وصولاً إلى الأراضي الخصبة الغنية بالمياه الجوفية في الجنوب يقدر عدد سكان دارفور بأكثر من سبعة ملايين نسمة يتوزعون في ثلاثة أقاليم شمال دارفور والشرق والغرب تسكنه قبائل عربية وأخرى أيضاً من أسهول إفريقية بعضها مستقر في المناطق الريفية مثل الفور والمساليت والبرجو بعض الآخر من الرحل مثل المحميد وبن حسين والرزعيقات وفضلاً عن وفرة المياه وخصوبة التربة والثروة الحيوانية فإن النحاس الذهب اليونينيوم من الثروات المهمة في إقليم دارفور حول هذا الموضوع من الخرطوم المحلل السياسي عبد المنعم إدريس عبد المنعم أهلاً بك معنا في الحرة الليلة شكراً على قبول الدعوة مع حفظ الألقاب طبعاً ما هو الوضع في إقليم دارفور؟ على الرغم من أن الاشتباكات المباشرة ما بين الحركات المسلحة والجيش الحكومي متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن من وقت لآخر نشهد هجمات على مناطق من مجموعات مسلحة ونشهد من وقت لآخر نزاعات قبلية أسبابها أحياناً خلافات شخصية أحياناً خلافات على الأرض من وقت لآخر والتي توفر السلاح الناري بين سكان الغليم لذلك فالضحايا مثل هذه الاشتباكات رغم أنها تمتد لفترات قصيرة لكن ضحايا أعداد كبيرة وهذه الاشتباكات في الفترة الأخيرة زادت وتيرتها بشكل كبير أصبح لا يمر أسبوع إلا ونسمع بحوادث هنا وهناك وضحايا من الذي يفعل ذلك؟ القضية أن أولاً المسؤول عن هذا أن قضية الأرض واحدة من القضايا بين جزور الأزمة في دارفور الخلاف حول ملكية الأرض كان بداية النزاع الخلاف ما بين الرعاة والمزارعين والخلاف حول الموارد ثم بعد ذلك أثناء فترة النزاع بعض المزارعين هجروا أو فروا من أراضيهم وأصبحوا يعيشون في مخيمات البعض استغل هذا الفراغ وأغام في بعض الأراضي الزراعية الآن بعد عودة الأمن للإغليم بشكل متواتر المزارعين يريدون العودة إلى أراضيهم ويرعدون فلاحة أراضيهم مؤخراً هنا تحدث الاشتباكات ما بينهم وما بين القادمين الجدد الذين يرفضون المغادرة هذا الشرح مهم يقودني إلى سؤال المقبل أن أزمة دارفور في مرحلة ما كانت مرتبطة بنظام عمر البشير لأنه سلح طرفاً دون طرف آخر واشتعلت الحرب التي راح ضحيتها الآلاف حتى أن البشير سيحاكم بسببها في محكمة الجنايات الدولية هل شبح الحرب في إقليم دارفور لا يزال قائم حتى بعد إسقاط البشير إذا لم يتم التعامل مع الاشتباكات التي تحدث بالوقت لآخر إذا لم يتم حسب قضية ملكية الأرض وأيلولتها وعودة الذين هجروا إلى أراضيهم بسبب الحرب يظل شبح الحرب قائم لأن لنخرج من حرب إلى حالة السلام لا بد من معالجة جزور النزاع واحدة من جزور النزاع قضية ملكية الأرض في إقليم دارفور فإذا لم تحل هذه القضية وظلت هذه القضية حاضرة في كل جولة من جولات التفاوم لكن حتى الآن لم نصل إلى معادلة تحل قضية ملكية الأرض توفر لكل سكان دارفور للرعاة المساعات التي لا المكان الوحيد إدريس إدريس يعني البعض يتنذر ويقول أنه المكان الوحيد أبو إدريس عفوا عبد المنعم أبو إدريس أنه المكان الوحيد الذي لا يعني لا مشكلة فيه في توفر الأراضي هو إقليم دارفور مساحات شاسعة وموارد كبيرة ما على الحكومة أن تفعل ما هي مسؤولية سيد حمدوك هذه النقطة محتاجة لبعض الحديث صحيحة الأرض أراضي شاسعة لكن الموارد داله الغليم مرة بفترات جفاف طويلة جدا وفترات الجفاف جعلت الرعاة يعني تضيق عليهم المساحات التي يتحركوا فيها كانوا يتحركوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولهذا أسألتك ما على حكومة حمدوك أن تفعل السيدة بودريس دعني 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 أعكمل الفكرة دعني أعكمل الفكرة إضافة لذلك أن حدث تمدد من بعض المزارعين في المساحات وكان في دارفورب هناك ما يعرف بمسارات الحيوان كان هذا منذ عام 1956 هناك 12 مسار معروفة لكل راعي ولكل مزارع هذه المسارات أنا أقدر شرحك ومعلوماتك المفيدة سيد عبد المنعم ولكن ليس لدي زمن فأرجوك أجب على سؤالي أن المساحات متوفرة هناك مشكلة موارد هذه تقع على عتق الحكومة ماذا عليها أن تفعل ماذا على السيد حمدوك أن يفعل بسرعة لكي لا يتقاتل الناس على الماء عليه أن يخل قضية ملكية الأرض ما بين المزارعين والرعاء عليه أن يوفر لسكان الأرض الأصليين أراضيهم التي هجروا منها بسبب الحرب أن يعودوا إليها عليه أن يجد معادلة ليوفر للمزارعين للرعاء أماكن يتحرك فيهاهم وحيواناتهم يتوفر فيها الكلأ لحيواناتهم والمياه لحيواناتهم هذه هي المعادلة الموارد موجودة لكن المعادلة في كيفية اقتسامها ما بين السكان هذا كلام مفيد جدا السيد عبد المنعم أبو دريس المحلل السياسي ضيفين الخرطوم شكرا